الخبراء في اي مداخلة قبل ان نختم اللقاء. شكرا بموصول فقط من الزمانة العربية. شكرا. شكرا جزيلا. هل هل يرغب احد من الان عندي تبخيص بسيط بس في حاجة معينة وهو السؤال الخاص بتحويل المخنة الى محنة. انا اطاول ان انا اقوله بطريقة مختلفة شوية عشان اتكلم عن المستوى العربي وفي نفس الوقت حكومات كمان. انا بشوف هي الدروس المستفادة. عشان انا لما بستفيد من الدروس بقدر يعني اعدل نفسي مع الوقت. المحنة ورد انه الدول والمؤسسات ده الحوكمة الجيدة. حتى لو لم يكن لديها امكانيات مادية قدرت انها تتعامل مع الازمات بشكل جيد. ودي نقطة تعلمناها ويجب ان يتعلمها الجميع ان الحوكمة الجيدة هي اتاس التعامل مع الازمات وده يتعلمناه. وده لازم يستمر معنا في المستقبل. اثنين ان الابتكار في مجال الديجيتال هو احد سبل النجاح واحد اسباب النجاح للعديد من الدول والعديد من المؤسسات التي استغلت المبيعات الرقمية والي كوميرس والتواجد على الرقمي لتسويق منتجاتها اي ان كانت سياحية او غير سياحية. طبعا الحاجات التكتكال اللي اشارنا اليها بكده واشار زملاء السياحة الداخلية ونمأ على المستوى الحكومي. تأهيل وتدريب الافراد والنهار الحوكمة. الديجيتال ايزيشن بالمفهوم عام والتفاول الرقمي بالمفهوم عام. دين دروس مستفادة. يجب ان تركز عليها الحكومات في المرافل القادمة. ما بعدكم. شكرا. شكرا 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 مع نقطة غاية في الأهمية وهي هل نعمل التسويق فيما بعد ولا تسويق خلال مرحلة انتاج المنتج السياحي ولا تسويق من قبل. طبعا تعتمد على نوع الصناعة او نوع المنتج المرى التسويق. بمعنى ان البعض الاحيان محتاج ان انت تركز بحملتك التسويقية جزء كبير منها يكون خلال انتاج المنتج وبعد تسويق المنتج. ولكن الأستاذ شريف اثار الى نقطة مهمة احنا بنعملها عندنا وهي ان احنا بنعمل ماركت اناليسيز وبنعمل سوستيك اناليسيز وبنعمل فول ماركتينج سيرفي للمنتج والبرسونة بتاع المنتج والمكان وطريق تسويقه. سواء هذا المنتج كان عبارة عن علامة تجارية زي تسويين مقاصد سياحية للدول. اهم حاجة بنعمل او اذا كان هذا المنتج راسخ فبنعمله سوستيك اناليسيز وزي ما حارك قلت كده الفايب بيز والأسس والبيز. فكل دي بنحاول نطلع من مخرجات نقدر نبني عليها الحاملة التسويقية فيما بعد. لان من غير انالياتيكس متعرفش تعمل حاملة تسويقية. من غير ما تفهم مين المنافسين والكمبيتشن والاج بتاعك بتاعك. فانا اشكر حضرتك على فأرة ازيل نقطة لان فعلا الماركتينج ريسيرش مهم جدا في خلال مرحلة التسويقية. الحتة التانية اللي عايز اضيفها. حتة برضو بعض السادة الحضور اتكلموا فيها وانا كلمت فيها تقريبا دي سنة الرابعة اللي انا بكلم فيها وهي التجربة السياحية. تجربة السياحية ازمة الحالية ما نتوقع انها هتوجد منافسة جديدة جدا ما بين كل دول مستقبلة للسياحة. علشان كنا لازم حان الوقت ان احنا نغير استراتيجية تسويق المقصد السياحي المصري. لان ازمة كوفيد 19 اثبتت بما لا شك فيه ان هيئات تنشيط السياحة مش هي الوحيدة اللي تنحكم في تسويق المقصد السياحي من غلال وضع محتوى مبالغ فيه. وخليني احط مئة خط تحت كلمة مبالغ فيه. لازم يكون المحتوى او الرسالة المراد ايصالها مساوية للواقع. دي شيء مهم جدا. دول كتيرة جدا بتكازات دول العربية يقولك عندي حاجة فانتزي قوي. يجي السياح ما يلاقيش نفس التجربة. التسويق المقصد السياحية لازم يتم بشكل طبيعي طبعا من خلال منصات اغتماعية عندنا اسات زينا. ومحركات البحث الدولي. ولكن فيه نقطة مهمة ان لازم واحنا بنعمل عملية التحاول الرقمي وان احنا بنوصل للعميل المستهدف. لازم نفهم ان السايح بيهتم وتفاعل مع المحتوى. التسويقي اللي بيبرز عادات وتقاليد والمقصد السياحي. لان العادات دي تغيرت في اخر 20 سنة. كان زمان بيجي عشان ينفق المال بس ويجي يتسوق بس ويجي يعمل شوبيج. ولكن لا يعلم شيء عن عادات وتقاليد المجتمع. اليوم اللي وضعت تغير تماما هو بيجي علشان يتعلم. بيجي علشان الثقافة بيجي علشان التقاليد. علشان كده في خط التسويل المقصد السياحي الحديثة. وخليني احط خط تحت كلمة الحديثة. لازم نغير عقلية التسوية التقاليدية. اللي مركزة على نمط الاستهلاك والتسوق. الى نمط جديد من خلق المحتوى. خلق المحتوى اللي بيعتمد على شيء مهم جدا هو التفاعل. الانجيجمنت. بيعتمد على الاكسبوريشن. بيعتمد على التعلم عن المجتمعات من خلال هذه التجربة للسياح في المقصد السياحي. لان السياحة هي تجربة. اذا احببتها فانت بتكرارها. لم احبتها فتكرهها. وامرك ما بتكرارها مرة اخرى. بس. وده. شكرا. يعني انتش عايزة اديل حضراتكو في حتة التسويل من قصد السياحي. جزيل الشكر استاذ علاء شكرا جزيلا. طيب الان في ختام هذا اللقاء الجميل اللي اتحفتون فيه بمعلومات قيمة حول السياحة العربية والتحول الرقمي في السياحة العربية. لا يسعنا في المنظمة العربية للتنمية الادارية. وممثلة بمديرها العام سعادة الدكتور ناصر القهطاني. الا ان نتوجه لحضراتكم بعظيم شكر. وجزيل الامتنان على هذه المشاركة. كل شكر والتقدير لمعالي الاستاذ شريف فتحي الامين العام للمنظمة العربية للسياحة. ولسعادة الدكتور وليد الحنوي الامين العام المساعد في المنظمة العربية للسياحة. ولسعادة الاستاذ علاء خليفة رئيس مجلس ادارة شركة خبراء الديجيتال. ومستشار نمو العمال في قطاع السياحة والصفر. والذين شاركونا افتراضيا اونلاين. ومعي هنا في مقر المنظمة. كل شكر والتقدير لسعادة الدكتور يحيى ابو الحسن. رئيس مجلس ادارة ممفس تاورز. ولسعادة الاستاذ محمد فاروق. عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة. ورئيس لجنة السياحة الالكترونية السابق. والمدير التنفيذي لشركة اي اي تي جلوبل. كذلك نتوجه بالشكر لسعادة المهندس احمد صبي. رئيس مجلس ادارة ارت اكاديمي. ومستشار غرفة السياحة السابق. وكذلك لسعادة الدكتورة سوها عبدالوهاب. عميدة كلية السياحة. والفنادق بجامعة حلوان. وسعادة الاستاذ معتز محمد. مؤسس جروب ترافيلر اكسبيريانس. كل الشكر والتقدير لكافة الاخوة والاخوات المشاركين افتراضيا اونلاين من عدد كبير من الدول العربية. كل الشكر والتقدير ايضا لدكتورة داليا منسقة هذا اللقاء والمشرفة اللقاءات والملتقيات المهنية. وفريق العمل في المنظمة في وحدة تكنولوجيا المعلومات على كل هذه الترتيبات والاعداد الجيد لهذا اللقاء. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتوجه لكم ايضا بالدعوات بان يحفظ يحفظكم الله ويرعاكم في ظل هذه الازمة. ونسأل الله العلي القدير ان يزيل هذه الغمة. وان ينعم على كافة الشعوب والدول العربية بالامن والخير والسلامة. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بعد يوم اه نبارك لكم هذا الشهر. ونتمنى لكم صياما مقبولا على امل ان نلتقي بكم باذن الله في لقاءات معرفة وفي فعاليات تنظمها المنظمة العربية. وانتم باتم الصحة والعافية. وشكرا جزيلا لكم. وإلى اللقاء في لقاءات اخرى باذن الله. تحياتي لكم. شكرا. شكرا. شكرا.